بتبتل حكاية بطفلة مات أبوها وأمها في حادث وهي عندها خمس سنين اسمها إيساكو ودها جدها تاسوكي زعيم العصابة لبيته اللي من هنا ورايح بقى بيتها برضو وعرفها على ولد قال لها أنه هيهتم بيها من هنا ورايح عرفها على نفس الولد وإن اسمه أوتوكيا وده اللي خلاها ساعتها طعيت وتقول لا أنا عايزة بابا وماما شالها بكل طيبة وقال لها من هنا ورايح أنا هكون مكانهم ولما استغربت أنه صغير في السن قال لها أنه هيكون مسؤول عن تربيتها زي أخوها الكبير بالضبط وهيحميها كمان للأبد فضلت تعايت ساعتها وحضنته وابتحكي إيساكو لما كبرت أنه يمكن تكون هي دي اللحظة اللي أغرمت فيها بيه التحكت إيساكو بالمدرسة السنوية وراحت لجدها تقوله أنها تقابلت فرح جدها بيها جدا وقال لها أكيد أبوكي وأمك لو كانوا هنا كانوا هيبقوا مبسوطين قوي بيدخل كي عليهم وهو مخدود وبيسأل إيساكو عملتي إيه في مرحلة قبول الطلاب وأول ما قالت له أنها تقابلت شالها وهو سعيد جدا وبيهنيها لكنها كانت محرجة طبعا وطلبت منه ينزلها فقال لها أنها أول مرة يشوفها كانت صغيرة جدا وأنه هو اللي ربها فاتحرجت مرة تانية وقالت له أنها مش بنته قطع كلامهم جدها وقال لها بس المدرسة اللي انت اخترتيها بعيدة جدا على بعد ساعة بالقطر من هنا فقالت له ما أنا مختراها علشان كده نفسي أعيش حياة بنت عادية في السنوية للأسف أنا ما عنديش أصدقاء لأن الكل خايفين مننا لكني هغير الأمور وهبقى طالبة عادية زي إنها يبقى عندها أصدقاء وتنضم النادي في المدرسة وتكون في لجنة المدرسة كمان ده غير إن نفسها تحب وتعيش علاقة رومانسية طبعية وده كله لأنها عارفة إن علاقة حبها من طرف أحد لكية مش هتنفع أبدا بتبدأ مراسم الدخول للمدرسة وبتدخل إيساك وفصلها وبتلاقي الطلاب بيتكلمه مع بعض فبتحاول تكلم أي أحد علشان تندمج مع الجميع لكن فجأة بيزقها أحد الطلاب وكانت هطوع فبينقذها واحد تاني لكن المفاجأة إنه بيبقى كية صرخت وقالت له إزاي رجل عصابه في منتصف عمره بيتنكر في زي الطالب في المدرسة السنوية فقال لها أنا عندي 26 سنة بس وإنه كان قلق أنا عليها لأنها لوحدها وكمان بعيدة عن المنزل علشان كده القرر ينضم للمدرسة معها خصوصا إنها حفيدة الزعيم الوحيدة استغربت إيساك وكانت متعصبة منه جدا فقال لها بكل قلق عليها إنه خايف جدا عليها لأن المدرسة فيها أولاد وهي قالت إنها عايزة تحب وممكن لتتعرف بيهم يكونوا خينين علشان كده هو عايز يحميها منهم وأعطى رشوة للمدرسة علشان يسمحوله إنه يلطحك بيها فبتتعصب إيساكو أكتر لما عرفت إن جدها أزل بكده وقالت له يا استحيل أجي معك للمدرسة هنا وخليك بعيد عني وثابته أجرت طبعا فضلت إيساكو تفتكر إنها لما كانت صغيرة كانوا أصدقائها بيحاولوا يتجنبوها لأنها كانت بتنتمي لعائلة أفراد العصابة وأهلوهم منعوهم يتكلموا معها أصلا بتدخل الفصل مرة تانية وبتلاقي الكل اتعرفوا على بعض وإزاي هتكون أصدقاء فقررت إيساكو إنها تعمل نفسها نيمة من كتر الإحراج قرب منها كيا وقال لها إنه هيحاول يتصرف كطالب عادي فقالت له فتكر إني طلبت منك تبعد عني جوه المدرسة دخل عليهم بعض الطلاب وهما بيتكلموا وقالوا لهم شكلكم قريبين من بعض وإنها جميلة جدا فتديق كيا وما كانتش إيساكو عارفة تتكلم تقول إيه بالضبط وقفلوهم كيا وقال لهم أيوة إحنا نعرف بعض هي صادقة من الطفولة وإنهم ما يحاولوش يديقوها لأنهم لو حاولوا يعملوا كده فهو هيخلص عليهم طبعا ده دايق إيساكو جدا وبتقطعموا المعلمة لبدء الحصة وطبعا إيساكو خايفة الكل يعرف الحقيقة وينبزوهم مع بعض وبتطلب منهم المعلمة يختاروا الممثلين عن الصف واللي عايز يبقى رئيس الفصل يرفع إيده ويرشح نفسه قدام الجميع قرر كيا إنه يرشح نفسه وقال إن إيساكو بترشح نفسها كمان طبعا البنات بتقول علي إنه شخص وسيم جدا وشكله زي الأشخاص البالغين سألته إيساكو وهو بيخطت لإيه بالضبط فقال لها إنه حاس إنها عايزة تنضم في عمل كده ده اللي خليها تغضب جدا طلبت منهم المعلمة يكونوا المسؤولين عن تنظيم المشاركين في اليوم الرياضي وما كانتش إيساكو عارفة تتصرف لكن بكل حزم قال كيا للجميع إنهم لازم يشرقوا فقالت بنت إنها بتقره العرب والمجهود اللي بتبزله أثناء اليوم الرياضي علشان كده هي مش عايزة تشترك في اليوم الرياضي فحاول يقنعها كيا وقال لها مش يمكن نكون أصدقاء يا ساتو فتحارجت البنت جدا لأنه عرف اسمها فقال إنه حفظ أساميهم كلهم وبدأ يقنع زميل ليهم تاني بلعب كرة السلة لأنه طويل زي لعبين كرة السلة وبتفضل جميع البنات يتكلموا على كيا إنه شخص مرح ولطيف جدا على الرغم إنه غريب وبتتفاجئ إيساكو جدا من قطرته الرهيب على التمثيل لما بترجع إيساكو لبيتها وبيدخل عليها كيا بتستخبى منه وبتطلب منه ما يدخلش غير لما يستأذن ولما سألها قال هي مريضة قالت له إنها متضايقة لإنها سيئة في التواصل مع الآخرين وإنه على الرغم إنه هو أكبر منها قدر يندمج مع الجميع بكل سهولة عكسها حتى إنهم قالوا عليها غريبة الأطوار ضحك فقالت له إنها كانت غلطته في الأول وقالت في نفسها إنه مش بس عائلتها السبب في إنه ما عندهاش أصدقاء ده كمان علشان هي ما بتعرفش تكون أصدقاء من الأساس قال لها كيا مشكلتك إنك بيتبلغي في كل خطوة تحصل وبتزعلي من حاجات ما بيزعلش منها أي حد وإنك بتحاولي تشوفي نفسك بوضوح وإنه بيتمنالها حياتها تبقى ممتعة أكتر من كده وإنه هيكون دعيمها الأول وقال لها إنها ظريفة فتحرجت جدا وسبها ومشى طبعا فضلت تفكر إيساكو إنها طفلة لإنها بتسمح للظروف إنها تحبطها وعمرها ما عملت مجهودة علشان تغير الظروف دي رحت إيساكو لتنين بيشتغلوا عند جدها وطلبت منهم تتعلم الكرة الطائرة وقالت إنها عايزة تنضم لفريق الكرة الطائرة في مدرستها علشان اليوم الرياضي على الرغم إنها ما لعبتهاش قبل كده أبدا فقالوا لها إنهم هيدربوها وأول ما بتخبط الكرة فيها بيغضب كية جدا وبيضربهم لكن صرخت له إيساكو إنها عايزة تتضرب بجد ومش لازم يتدخل لكن كل ما كانت تخبط فيها الكرة برضو يرجع يضربهم تاني لما بتروح إيساكو للمدرسة بيلحظوا أصدقها الكدمات اللي على أديها فقالت لهم لإنها كانت بتتضرب على الكرة الطائرة طبعا كلهم اتصدموا من إصرارها على التعلم وفرحوا بيها جدا إنها عايزة تفوز مع فريقهم وقرروا يتقابلوا سوى ساعة استراحة الغداء علشان يساعدوا بعض وإيساكو سعيدة جدا باللي هي سمعها منهم وبالفعل بتبذل إيساكو كل جهدها علشان تتعلم وتكون مفيدة للكل حتى نفسها يعترف بيها كية إنها ما بقتش الطفلة خلاص لحظة إيساكو إنه متدايق فرحت وراء علشان تهديه وطبعا إيساكو نفسها إنهم يفوزوا بالمباراة وعلى الرغم إنها سددت الكرة صح لكن ألمتها أديها جدا وللأسف ما كانتش قادرة تستخدم إيديها بعد كده واللي شجعها أكتر إن كية كان بيتابعها فقررت إيساكو إنها تسدد الكرة برجليها وكل صديقاتها كانوا مبهورين بيها جدا وبعد ما المباراة خلصت على طول فجأة شلها كية واخدها على غرفة الطبيبة وعالجها ولما سألته عن أداءها في المباراة قال لها إنه حاس إنها مؤخرا بيت سعيدة جدا وللأسف ما بقتش محتاجة لوجوده ودلم خليه متدايق وحاسس بالوحدة وطبعا هي كانت محرجة جدا لإنها كانت بتحسبه بيحبها لكنه قال لها إنه ممكن يكون شعوره ده زي استقلال الأطفال عن أبائهم وبتكون إيساكو على الرغم من إنها فعلا عايزة تستقل عنه لكنها بتقول إنه للأسف لسه هو محور علامها ولسه هي بتحبه برضو وكل ما بتحاول تبعد عنه بيزداد حبها ليه أكتر وأكتر هنعرف إلا يحصل إيه في الأحداث اللي جاية ترجمة نانسي قنقر